السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً على كل اللي بيسمعني معكم الأستاذ صفاء من قناة تيوك اللي بيسمعني الأول مرة وعجب الفيديو مينسى تشترك ويفعلنا الجرس قناة تيوك عندينا أيضاً قنوات أخرى غير قناة تيوك قناة تيوك معرفة قنوات تيوك مخصصة للتعبير إنشاءات وضعيات إدماجية حلول تلخيص دروس إزاعات مدرسية تقارير رسائل أبحاث مدرسية غيرها من محتوى القناة احتفنا منك الاشتراك في قناة تيوك فضلاً وليس أمراً اليوم بإذن الله في فيديو هتكلم فيه عن وضعيتين الوضعية الأولى عن أثر الإسلام على الشعر والشعراء وأبرز شعراء صدر الإسلام شعراء العصر الإسلامي وعندنا وضعية أخرى عن أسباب تراجع الشعر في عصر صدر الإسلام وضعية وضعية ثانية نقرأ هذه أولاً هتكلم عن أثر الإسلام أو موقف الإسلام من الشعر والشعراء حدثت الكثير من التغيرات الجاذرية في حياة العرب مع ظهور الإسلام حيث انتقلوا من حياة التجزئة والقبلية إلى التوحد وكان الشعر والشعراء مكانة كبيرة وانتشار واسع قبل ظهور الإسلام ولكن مع نزول القرآن ببلاغته وفصاحته ببلاغته وفصاحته ضعف الشعر وفقد تأثيره فما هي أبرز آثار الإسلام على الشعر والشعراء أو نقول فما هو موقف الإسلام من الشعر والشعراء وممكن نضيف إشكالي أسوال آخر ومن هم أبرز شعراء صدر الإسلام إحنا بنكتب على حسب التعليم يعني لو طلب مننا آثار الإسلام وأبرز الشعراء نكتب هذه الوضعية أما إذا طلب أسباب تراجع الشعر في عصر صدر الإسلام هنكتب الوضعية الثانية تمام دي كده المقدمة وسؤال إجابة السؤال موجود في العرض أطرق بيض مسافة كلام في البداية العرض أطرق بيض مسافة كلام أيضا عندما جاء الإسلام تغيرت الألفاظ إلى ألفاظ إسلامية لم تكن موجودة كده أطرق الإسلام عندما جاء هنا الإسلام تغيرت الألفاظ كلها إلى ألفاظ إسلامية لم تكن موجودة من قبل كالجنة والنار والفردوس والجهاد والغزوات والإمام بالله وغيرها استخدام ألفاظ إسلامية كالجنة والنار والفردوس والجهاد والغزوات والإمام بالله والثواب والعقاب وغيرها وكذلك الاقتباس من القرآن في الشعر وبدأ الشعراء يدعون في شعرهم ما تعلموه من الإسلام تعلموه من الإسلام يبقى هنا دي رقم واحد تغيرت الألفاظ كلها إلى ألفاظ إسلامية لم تكن موجودة من قبل كالجنة والنار والفردوس والجهاد والغذوات الإيمان بالله وغيرها كذلك الاقتباس هنا اثنان اثنان الاقتباس من القرآن في الشعر اقتباسوا من القرآن وفصحتي وإعجازيه واستخدموه في الشعر وبدأ الشعراء رقم ثلاثة بدأ الشعراء يدعون في شعرهم ما تعلموه في الإسلام فبدأ يظهر أنماط جديدة أربعة بدأ يظهر أنماط جديدة أو بدأ تظهر أنماط جديدة من الشعر كشعر الجهاد والشعر الديني وأصبح شعرهم يتصل بالقيم والمثل هنا خمسة أصبح شعرهم يتصل بالقيم والمثل وتضحية وهداية الناس لطريق الحق وظهر المديح النبوي كل هذه موقف الإسلام من شعر وشعراء أو أثر الإسلام هنا ثتة ظهر المديح النبوي وهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من رواده حسان بن ثابت وهذا مثال مثال على شعره وأجمل حسان بن ثابت وأجمل وأفضل منك لم ترقد عيني وأعظم منك لم تلد النساء لم تلد النساء خلقته مبرأة من كل عيب كأنك قد خلقته كما تشاء هذا كده هنا بيت شعري لحسان بن ثابت يمكنكم إضافته وفي عندنا أيضا قول الكعب ابن ذهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لو تريد إضافتي في الوضعية أن الرسول نور يصدأ به مهند من ثيوف اللهي مسلوله يمكنكم إضافتها في الوضعية ده مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ده مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المعارك كما تطوعت القصيدة ثمانية كما تطوعت القصيدة في خدمة الإسلام ونشر دين الإسلام وهجاء جماعة المشركين تسعة هجاء جماعة المشركين الذين عرضوا الدعوة بإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والتخلص هنا عشرة والتخلص من بعض الأغراض التي كانت في الجاهلية كالغزل الماجن وفي عندنا أيضا التغني التغني بمجالس الله والشرب برضو الدين الإسلامي تخلص من التغني في مجالس الله والشرب والتخلص من الأغراض بعض الأغراض التي كانت في الجاهلية كالغزل الماجن والهجا دي كده عشر عشر آثار آثار الإسلام شعر والشعراء ذكرت عشر دبرتم في العرض أبرض آثار الإسلام على الشعر والشعراء دي المقدمة والسؤال وإجابة السؤال موجودة في العرض تبقى الخاتمة خاتمة الموضوع أو الوضعية تبقى الخاتمة الموضوع أو الوضعي تبقى الخاتمة الموضوع أو الوضعي